في نهاوان دبياتي ومقامي وصباي أسهر الليل أنادي عجما سيك نواي راصدا كردا حجازا بقراني ودعاي ذي مقامات جزال وهي أنهام غناي قد جمعت الأصل منها بحروف من نداي في بعرس ننصحك يا من يؤديك أداي بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم والله يهلا مرحبا فيكم في هذا البرنامج برنامج المقامات المقامات اللي فيه مقامات متنوعة وهذه المقامات كل مقام لا مقامات فرعية ولهم أصدقاء وأسر وعوائل وهذه الأسر تزور بعضها بعض هذا هو البرنامج مقامات وانت من خلال درجات الصوتية وغيرها وهذه النغمات وهذه التونات اللي موجودة وهذه ربع وهذه نص هذا هو البرنامج اللي نحاول نحلل ونفكك هذه الرموز ونرد نجمعها إن شاء الله مع بعض البعض في برنامجكم فحياكم الله ونسب الخير على الشيخ بشاير راشد الفاسد ياهلا محبو بخير ياهلا محبو بخير ياهلا محبو بخير أحاول أنا يعني في كل حلقة حتى أذكر المشاهد وأعيد لذاكرتهم عجبتني كلمة انحلل لأن فعلا المقامات الفرعية خصوصا المركبة هذي اللي هي مقام مثلا في الركوز ومقام في العالي نحن قاعد نحلل يعني عشان نعرف المقام الفرعي مثلا أو حتى المقام الأصلي نحلل المقام نقول نحن اليوم عندنا مقام الدلينشين الدلينشين دلينشين مقام فرعي من الرست وهذا المقام إذا بنتكلم عنه بنتكلم عن أصلين الرست اللي هو الأصل ما له نعم والصبه في العالي وطابع هذا المقام أنك تستهل فيه غالبا من فوق يعني هاتيتي صبه اللي هو من الصبه تنزل من الصبه على الرست فإحنا إذا بنقول الرست شنو؟ هذا ركوزنا نعم نحن نحن نقول الصبه مثلا فوق يا روح هنا صليتي هذا الصبه نعم يا روح يا هذا الصبه يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي رست رست عرفت؟ فالتركيبة هذه يسمونها الدلينشين طبعا هذه يعني هذا سهل براشد ولا صعب والله أشوفها أين سعوت؟ يعني شوف أنت أنا عن نفسي يعني سمعت هذه يعني التركيبات يعني خصوصا من التراث اللي كنا نسمعها قبره يعني القراء القدامى يعني لما ظهرت الإذاعة في مصر كان في قراء يقرؤون يعني في المساجد وكذا كان موجود محمد الرفعد وكان موجود علي محمود والصيفي وعبد العظيم زاهر يعني الشيخ عبد العظيم زاهر يعني قرأ يعني على مشايخ كبار جدا والله ناسي ما يحضرني الآن لكن قرأ على الشيخ أظن قرأ على الشيخ ينيدي وهذا الشيخ قرأ عليه شيخ اللي أنا قرأت عليه اللي هو الشيخ أحمد الزياط رحمة الله عليه يعني أنت قعد تسمع قارئ ويقرأ بالأنغام قرأ على الشيخ من كبار المشايخ ومن أعلى الأسانيد في الأرض أنت قعد يعني يصلك معنى وهو يعني الثقة بما عندك من أداء أنت قعد تقرأ بطريقة يعني فيها سند عالي لذلك يعني يمكن في الإنشاد الإنشاد طبعا بابا واسع ويمكن اليوم الإنشاد صار يعني شيء يحكس هويتنا وثقافتنا يعني اليوم لو جيت هذه الهوية اللي تكلمنا عنها أبو راشد يعني كلامك على ما تمك في قضية أن لكل بلد يعني اليوم الأذان أو القراءة والله هذا تركيا هذه المملكة يعكس هوية فهذا أهمية الهوية نعم وخصوصا أنت كاعدت مثل ما نذكر نحن في كل حلقة وحضرتك تؤكد عليها أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى نعم ديننا نحن للإسلام وهويتنا لازم وبصمتنا موجودة فأين نحرص أن نركز على هذه الهوية أو الهوية نصح التدع فيه ونؤكد عليها يعني شوف يعني في ناس كثيرة تدرك هذا الأمر وتدرك أهميتها لذلك أنت تشوف كل بلد في العالم لها سلام وطني يعكس يعني دلالة طبعا لها ألوان علمها القنوات الفضائية اليوم لها ألوان لها موسيقى خاصة فيها عشان لما تسمع تشوف اللي يسمونها الثيم نعم كل شركة اليوم لها لوجو شعار ولها ألوان يعني تشوف في شركات اليوم من من الخمسينات موجودة اللوج خاص فيها ألوانها هي هي الشعار اللي اللوجو موجود إلى الآن لو يسوون يعني إعلانات نفس الشيء كذلك إحنا كدين لذلك إحنا حتى الأذان يعني شرع كهوية لنداء للصلاة يعني لذلك تشوف لما تسمع مثلا لكل فكر تشوف له يعني نغم وطريقة لكل إرث لكل يعني طبعا أنت اليوم تسمع تسمع ترانيم تسمع مثلا إنشاد صوفي تسمع إنشاد جهادي تسمع الإنشاد قديما يعني كان يعني مثلا حتى في اسلوب أداءه النقاق السلوب المارش العسكري المارش هذا نعم الآن الإنشاد ما يعكس هذا؟ الكلام اللي أنت قاعد تقوله اللي هو يعكس فكرك يعكس هويتك يعكس أنت قاعد تقول ثناء على الله عز وجل قاعد تقول يعني أمور فيها محبة لأنه صلى الله عليه وسلم فيها ترغيب في الدين هذا الأمر تعكسه بحب تعكسه بملامسه لشعور الآخرين بالضبع لتوديده ولتحبيبهم الإسلام طبعا أنت تعول على الكلام يعني ما ينفع نجي نقول والله الإنشاد صوفي لا مصحيح الكلام صوفي لكن اللحن اللحن الإنشاد الصوفي له طريقة في الأداء أو تناسب الطقوس الله وكذا هذا شيء ثاني يعني أو مثلا الدفوف في المساجد وهذا هذا أمر مآخر يعني نحن نتكلم اليوم كل فكر وكل منظومة فكرية لها ثيم نحن كدين إسلامي عندنا القرآن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن و اليوم أنت لما تقرأ اليوم في أجانب كثر يسمعون القرآن ويسمعون الأداء والتغني والتجويد والفصاحة والذلاقة في القرآن يتأثرون وهم ما يعرفون العربية فضلا عن معاني الكلمات وغير مسلم فما بالك أنت كمسلم عندك شيء من التفسير عندك شيء من العربية لذلك إحنا وقد يسلم هذا الشخص مراشد يعني من خلال هذه الهوية طبعاً إحنا صراحة كدين ما نقته إلا في الحرب على العربية يعني هذا أول شيء يبعدنا عن القرآن لذلك إنت لما تبتعد عن اللغة العربية ستبتعد عن الخشوع والتدبر كيف تعمل بالقرآن وإنت ما تفقه بالقرآن أو ما تفقه باللغة العربية نعم إحنا شطينا ولا تماماً لا لا إحنا نفس الشيء لكن الشيء بالشيء يذكر بهذا الموضوع فقدلنشين وهو دخلنا على هذا الموضوع دخلنا على موضوع الأناشيت طبعاً واليوم الأناشيت أنا راح تدخني على الشعر وبحور الشعر يعني نعم يعني شو هذا الحين النظمة هنا يختلف والمقامات هل هي تماشى مع الموضوع براشد شوف يعني بحور الشعر العربية 16 معروفة ومثل البحر الطويل مثل المتدارك أو المحدث تسمونه والرمل وكذا وغيرها غير البحور الشعبية أيضاً نفس المقامات بالضبط مقامات في أشياء شعبية خاصة في منطقة معينة يعني مو على مستوى العالم في مثل المسحوب بحر أو لهجيني صحيح بسلوب في الشعر صحيح لكنه مو من البحور العربية 16 معروفة نفس الشيء المقامات يعني المقامات تخدم الإنشاد لأن الإنشاد راح يكون فيه شعر على بحر طبعاً فالمقام يعني ما يتعرضون مع بعض ولا يخدمون بعض لا بالعكس ما يعني في ناس يعني يريد أن يلحن بعض الأبيات الشعرية حتى ينشدها يتعلم العرض والقافية مثلاً حتى يتقف نفسها ويعرف أن هذه الأبيات من البحر فلاني أنا أذكر لما لحنت قصيدة ورائعة المتنبي وأحر قلباه فكنت لما أقرأها الخيل والليل والبيداء تعرفني عرفت؟ لما قال الخيل والليل والبيداء تعرفني فلحنت على نفس الطريقة الخيل والليل والبيداء تعرفني عرفت؟ يعني لحنت بنفس طريقة وزن الهالكلام، فخدم الموضوع ولا لا كمّلها براشا وقدم الوضع وحبينا الطلع وحبينا البين إذا فيه إنشودة أو شيء معين يعني على أول ما بديت في عملية تركيبتها وغيرها أو كتاباتك والله كثير أنا أدري المكتب أنا صراحة يعني عطيت الخبز خبازة يعني لما جيت ألحن الأناشيد أشركت معاي ناس يعني زاهم الله خير يعني الفضل لهم بعد الله عز وجل فكانوا يعني يقولوا لي يعني زاك الله خير على أيضا هذا التعاون يعني نحن اثنين يعني يعني قاعد نتعاون يعني حتى أمس أنا قاعد أكلم أحد الملحنين أمسي علي بالخير أحمد الهرمي قاعد نجهز لرمضان أنشودة وكذا فقال يا أنا يعني إن شاء الله هل أناشيد هذه يدخلني معاك الجنة يا رب يقلع هذا محسن ظنك يا رب نسأل الله عز وجل يجيرنا من النار يا رب فكنت أنا أشرك لبعض الملحنين وهذا يعني أمر يعني أنا ما أشوفه فيه يعني ضير لأنه إحنا أنا من بدأت وأنا أسجل كست وسجلنا في البداية على ريل بكرة هذه البكرة الكبيرة وقبعون بموس ويلازقون وكذا ثم انتقلنا إلى الكسيت ثم سي دي وثم الفلاش ميموري الآن خلاص صار ديجيتال الموضوع هذه يعني المرحلة كنا نسجل في استوديوهات غنائية والمصانع التي تطبع الكسيت مصانع شركات غنائية فالموضوع يعني ذلك المسلمين أيضا يعني الواحد يعني إحنا ما ودنا نفصل بين المجتمع لا ذول منا وفينا ومسلمين وبالعكس إحنا نعيننا عفوا إحنا نعينهم على المشاركة والتعاون على البروة أذكرني بسالفة من الشبان يمكن نختم في هذا الموضوع أذكر يعني قبل سمعت السالفة صغيرة يقولك لا تستخدم الميكروفون هذا مصنع المسلمين وكذا ما يصبح نستخدم الميكروفون طيب هناك الناس بعيدة والناس كثيرة وكذا شون يوصل صوتك بل من يجب أن نستخدم هذا الجهزة فشيب شيء يذكر أنه ما يصبح نستخدم المكان ولا لأنه كذا لا الأمور مختلفة وكيف توظيفك لها وتسخيرها لخدمة الإنسان وخدمة دينك وأسلامك وهويتك التي نحن تكلمنا عنها بارك الله فيك براشد وفيك بارك الله وإن شاء الله له هذا مقامنا الذي تكلمنا عنه الدلنشين نعم وتكلمنا عنه هو راست وننزل راست الركوز يكون عندنا راست وفوق صبا صبا والركوز راست لكن بداية راست ونهاية راست لكن نصعد بالنصف صبا أيوة عليك نور أنا تمام شديد أكيد شم من عشرة عشرة من عشرة تسلم تحبني براشد تعطيني حسن الله يحفظك نجوكم على خير إن شاء الله في أمان الله اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ذي مقامات جزال وهي أنهام غناي قد جمعت الأصل منها بحروف من نداي في بعرس ننصحك يا من يؤديك أداي